قالت رئيس مجلس قضاء مدينة الموصل بسم باسيم ان القوات الامنية منعتها من دخول الجانب الايمني لمدينة الموصل بعد نقلها الصورة الحقيقية لمجزرة التحالف الدولي بمنطقة موصل الجديدة وذكرت باسيم انها لم ترتكب ما يستوجب هذا المنع ولا تعرف اذا ما كان المنع يشمل ايضا دخولها الى الجانب الايسر من المدينة كذلك وكانت باسيم قد بثت تسجيلا مصورا من موقع المجزرة يظهر حجم الدمار الكبير وتهمت التحالف الدولي بانه تعمد قصف المدنيين كما حملت رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية الحادث